وقال سامح شكري إن المؤتمر شهد على مدى أسبوعين مشاركة 112 رئيس دولة وحكومة شاركوا في فعليات الشق رفيع المستوى والدوائر المستديرة وأشار شكري في هذا الإطار إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأدرار يعد إنجازا تاريخيا بعد 27 عاما من التناول والمطالبة من الدول الإفريقية المؤتمر على مدى الأسبوعين شهد مشاركة لـ 112 رئيس حكومة ودولة فعليات خلال الشق الرفيع المستوى لدوائر مستديرة تناولت عديد من موضوعات ذات الارتباط الوسيق بقضايا تغير المناخ تم خلال المؤتمر ترح الأيام الموضوعية بمشاركة عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم كما تم التفاعل مع كافة المستويات الرسمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال في أحداث متتالية تفتح مجالات عديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار دعم جهود مصر في مجالات التخفيف والتكيف من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ ما حققه هذا المؤتمر هو التأكيد الحي بما أطلق من أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ لم يكتفي بالقرارات التقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية الانتقال من الرئاسة البريطانية للرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات متولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض عديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتدعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ ترجمة نانسي قنقر